طيب اللوقاتكم و أهلا و مرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كوشك الصحافة التي نبدأها كالعادة بالعنوين من المواقع المحلية ميليشيا الحوثي تفرض مبالغ مالية على أسر الموتى بكورونا مقابل الدفن و من موقع بي بي سي انطلاق رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية و من الأخبار المنوعة رئيس دولة أفريقية يغني لشعبه المحاصر بالأمراض أهلا بكم حتى المصائب يعمل الحوثيون على استغلالها و في أزمة كورونا زادوا من جباياتهم و ضاعفوا من المبالغ المفروضة على المحلات والمتاجر و عنوان موقع الصحوانت عن آخر ما يقوم به الحوثيون ميليشيا الحوثي تفرض مبالغ مالية على أسر الموتى بكورونا مقابل الدفن و قال الموقع تتعامل الميليشيات الحوثية مع الإصابات في صنعاء و باقي مناطق سيطرتها و كأنها تهديد أمني خطير و تفرض مبالغ مالية كبيرة على عائلات المتوفين بفيروس كورونا و قال الموقع أن الميليشيا عممت على جميع حراس المقابر في صنعاء دفن أي جثة إلا بتصريح من ما يسمى بوزارة الصحة الخاضعة لها إضافة إلى ورقة معمدة من عاقل الحارة يقول أحد حراس المقابر في صنعاء للصحوانت عشنا زمنا طويلا نؤمن بأن إكرام الميت دفنه أما هذه الأيام فقد أصبح الشخص يتعرض للإهانة حتى وهو ميت و يضيف لو كنت أستطيع لسمحت بالدفن دون تصريح فليس من الإسلام ولا الأعراف أن تزيد على أقاربها ألم فراقها بألم إهانتها لكن ليس بيدي شيء يدخلون إلى معتقلاتها بكامل صحتهم لكنهم بعد أشهر من الاعتقال في سجون الحوثيين يخرجون محمولين على الأكتاف آخر ضحايا معتقلات الميليشيا كان في محافظة إب وعنونا موقع المصدر أونلاين وفاتوا مواطن في أحد سجون إب في ظروف غامضة وقالت مصادر لموقع المصدر أونلاين أن مواطنا يدعى محمد غالب قائد المنبري توفي في أحد السجون الخاضي على سيطرة الحوثيين بمدرية فرع العدين غرب محافظة إب وأضافت المصادر أن هناك خلافا بين المنبري وبين مواطن آخر على قطعة أرض وقد لجأ أحد الأطراف أيام العيد إلى سلطات الأمن الخاضعة للحوثيين والتي قامت باحتجاز المنبري في سجن تابع لها بمنطقة وادي البكارمة بجوار إدارة أمن مدرية فرع العدين ورفضت أسرة المنبري استلام جثمانه مطالبين بالتحقيق في القضية ومعرفة ملابسات وفاته وكشفها للرأي العام وينتمي المواطن القتيل إلى قرية المنبر بعزلة بني أحمد بمدرية فرع العدين وشهدت سجون مليشي الحوثي عشرات الوفيات منذ سيطرتها على محافظة إب في أكتوبر عام 2014 نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي القوى الوطنية وإنقاذ اليمن تحت هذا العنوان كتب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبة جمع اليمني للإصلاح عبد الرزاق الهجري مقاله الذي نشره موقع المصدر العين يتعرض اليمن اليوم لأكبر خطر مر عليه عبر تاريخه الطويل وبات الخطر محدقا بالجميع ولا يهدد منطقة وحدها أو فئة من الشعب أو حزبا من الأحزاب بل صار ينال من اليمن كهوية تاريخية ووحدة وطنية ونسيج اجتماعي الإنسان والجغرافيا بأحمالهم المعنوية والرمزية يتعرضان للتدمير الممنهج ولن تستطع فئة من الشعب خوض المعركة منفردة كما هو شأن اليمن الكبير الذي يستحيل أن تقوم له قائمة بدون شراكة اليمنيين في إدارة شؤونه وعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون لكل القوى السياسية والمجتمعية بكافة انتماءاتها موقف تاريخي موحد إذا ما تتعرض له اليمن من تهديدات ومخاطر أحرقت نارها الجميع بلا استثناء إن مشروع الكهنوت الإمامي يعد بوابة الكوارث التي حلت على اليمن وهو الذي قاد اليمن إلى هذا الوضع الكارثي الذي يعيش أحداثه ومآسيه الجميع وما دعوات التقسيم والتجزئة وملشنة الدولة إلا أحد التداعيات المتجاوبة مع الانقلاب الحوثي المشؤوم فهو المشروع الأم الذي ولد مشاريع التقسيم والتجزئة في اليمن وصار التخادم بين تلك المشاريع المعادية لليمن معلناً وواضحاً للجميع ما يحتم على كل القوى اليمنية أن تنبغ صراعات الماضي التي تسببت في عودة الكهنوت الإمامي لأن استمرار تلك الصراعات هو الذي يعطي هذه الميليشيات الحياة والاستمرار تلك هي معركتنا الوطنية الوجودية التي ينبغي أن تمتد الأياد وتتشابك لخوضها بغض النظر عن التباين أو الاختلاف في بعض وجهات النظر ولأجل صراعات الماضية التي كانت سبباً في إسقاط الدولة والتنكيل بكل القوى الوطنية دون تفرقة أو تمييز وأصبح الكل مشرداً ملاحقاً على كل هذه القوى أن تكبر بحجم الوطن وأن تكون بحجم التحدي وتتعالى على الصغائر والثارات واشترار الماضي وينبغي أن توحد صفوفها تحت مظلة الشرعية لأن كل هذه القوى بدون مظلة الشرعية ستتساوى مع الحوثي وتتحول إلى ميليشيا لا شرعية لها بعد نحو شهر على اختطافه عاد المصور الصحفي اليمني أصيل سويد إلى منزله بجسد مثقل بالجروح وأثار التعديب الشديد الإفراج عن مصور يمني مختطف شهر من الإخفاء والتعديب وقالت الصحيفة كان الأول من مايو يوماً أسود بالنسبة للشاب بعد أن اختفى أثره خلال سفره من مدينة تعز إلى العاصمة المؤقتة عدن وكان قد تلقى تهديدات على خلفية نشاطه الصحفي وروا أسامة تفاصيل إطلاق صراح شقيقه بعد تلقيه اتصالاً صباح الجمعة الماضية من رقم غريب يخبره بضرورة القدوم إلى منطقة الوهد في محافظة لحج لاستلام شقيقه وقال في تدوينة على فيسبوك طالبت فوراً بسماع صوتي أصيل للتأكد من صحة كلامه أسمعون صوته وبعد سماع صوته تواصلت فوراً مع بعض الأصدقاء المطلعين بشكل كبير على قضية أصيل واستشرتهم فيما حصل وأضاف بعدها قمت بالتواصل مع أحد أقاربي للذهاب إلى المنطقة والتحقق من الأمر والذي تحرك بدوره وعند وصوله وجد أصيل وتواصل معي مباشرة وأكد لي أن أصيل معه وأنه استلمه من مجموعة أو استلمه من مجموعة مسلحين من سيارة من سيارة نوع توسان ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اقتطاف سويد لكن ناشطين وجهوا اتهامات لقوات موالي المجلس الانتقال الجنوب المدعوم من الإمارات بالوقوف وراء إخفائه وتابع حالياً حالياً أصيل في مكان آمن مع حالة من السكوت وعدم المطق وصحتها الجسدية والنفسية سيئة وعليه آثار تعذيب شديد تلقاها خلال الفترة المحتجة فيها خطورة معضلة احتكار التمثيل تحت هذا العنوان كتب مأرب الورد مقاله المنشور في موقع المصدر أولاين نواجه في اليمن معضلة خطيرة تمثل أهم جذور دورات العنف المتكررة وهذه المعضلة هي احتكار أحقية الحكم والتفوق الاجتماعي والتمثيل المناطقي لدينا في الواقع مثالان يمكن الاكتفاء بهما لشرح الفكرة الأول في الشمال ويتمثل بميليشيات الحوثي التي تدعي أحقيتها بالحكم دون انتخابات أو اعتبار للإرادة الشعبية كما تدعي تفوقها اجتماعيا وهو ما يمنحها فوق تصورها هذا امتيازات سياسية والثاني في الجنوب ويتمثل بميليشيات المجلس الانتقالي التي تكرر للدعاء نفسه بتمثيل الجنوب وتذكي التعصب المناطقي في اجترار لماض مؤلم ومثخن بالجراح التي تسببت بها دعاوى احتكار التمثيل مشروع الحوثيين التي تسببت بها دعاوى احتكار التمثيل مشروع الحوثيين عمره أكبر من حركتهم وهو مشروع أجدادهم الذي كرروا حروبهم على اليمنيين في كل فترة زمنية تمكنوا فيها بالمزاعم نفسها وهي أنهم الأحق بالحكم دون سواهم ولا يحق لأحد مطالبتهم بالاحتكام للانتخابات التي حددها الدستور كوسيلة وحيدة للوصول للسلطة وتداولها لقد تنازلت لهم القوى السياسية عن الكثير بما في ذلك منحهم تمثيلاً أكبر من حجمهم الشعبي في مؤتمر الحوار الوطني الذي انتهى مطلع 2014 على الرغم من أنهم كانوا يحاربون الدولة وقتها ومع ذلك قابلوا التنازل والتسامح بتوجيه السلاح ضد المتحاورين معهم وفي هذا الاتجاه يسير المجلس الانتقالي مدعياً أنه الممثل السياسي للجنوب على الرغم من أنه مجرد مكون طارئ ولم ينتخب شعبياً وكل الأساس الذي يستند إليه هو تنظيمه عدة مظاهرات والإعلان أن الشعب فوضه مع أن الشعب بالملايين بينما المشاركون في فعالياته آلاف الأشخاص وبسبب امتلاكه القوة والدعم المالي والسياسي من حليفه الخارجي فرض سيطرته على عدن ولحج والضالع وجزء من أبيان ويتولى حكمها ويستخدم القوة ضد معارضيه وينتزع منهم جنوبيتهم لاختلافهم معه سياسياً مع أنه مجرد طرف واحد من مكونات كثيرة وقد رفضته معظم محافظات الجنوب كشف الدكتور أندري كوندراخين الخبير في علم الصيدلة السريرية كيف يجب أن يكون سلوك الشخص في الأماكن العامة للوقاية من كوفيد-19 وعننا موقع روسيا اليوم طبيب يقدم نصائح للوقاية من كوفيد-19 في الأماكن العامة وقد لفت الخبير والانتباه إلى ضرورة ارتداء الكمامة والقفزات في الأماكن العامة مثل دور السينما وأماكن التجمعات مثل المتاجر الكبيرة والحدائك وغيرها وقال من الخطأ تناول الطعام والكمامة على الوجه وبالتأكيد يعتبر أخذ الطعام واليدين في قفزات من الأخطاء الشائعة مثل تناول الفشار أو الفاكهة أو مشروب ما وقال أن المسافة بين الأفراد يجب أن لا تقل عن متر ونصف مع ارتداء الكمامة وقفزات في القاعات العامة ومن أجل مسح العرق عن الوجه يجب استخدام الجانب الذي لا تلمسه اليد من المنشفة وأما في المتاجر الكبيرة فيجب الابتعاد عن محلات بيع مستحضرات التجميل والعطور لأن خطر العدوى فيها كبير فمثلا عند رشي عينة من العطور تتسارع عملية التنفس فإذا كان في المكان شخص مصاب بكوفيد-19 فإن احتمال انتشار العدوى يزداد كثيرا وعوما ينصح الطبيب بعدم لمس أي شيء من دون قفزات في الأماكن العامة والمتاجر وعدم لمس الوجه أيضا وعند العودة إلى البيت يجب رمي الكمامة والقفزات في أكياس خاصة وغسل اليدين بالماء والصابون قبل لمس أي شيء من هو الرئيس الذي أصدر أغنية توعوية للتحذير من فيروس كورونا وتمنى أن تفيد شعبه حيث تعنون صحيفة القدس العربي الرئيس ليبيري يصدر أغنية توعوية عن كورونا وأعلن مكتب الرئيس ليبيري جورج وايا اللاعب الأفريقي الوحيد المتوج بزائزة الكرة الذهبية عام 1995 أن منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم يونسكو تستخدم أغنية أصدرها لنشر التوعية حول فيروس كورونا المستجد ويأمل وايا أن تجد أغنيته أصداء في بلاده الواقعة غرب القارة الأفريقية والتي تضم أربعة ملايين وخمسمائة ألف نسمة للحد من تفشي فيروس كوفيد 19 وليست المرة الأولى التي يستغل وايا مهارته الغنائية من أجل نشر التوعية في عام 2014 وخلال التفشي وباء أوبيلا أصدر أيضا أغنية توعوية حين كان لا يزال سيناتورا وجاء في بيان صادر عن مكتب وايا أغنية فنتحد سويا لمواجهة كورونا ستكون جزءا من المرحلة الثانية لحملة بعنوان لا تنتشر التي أطلقتها منظمة يونسكو وجاء في البيان الصادر عن مكتب الرئيس أن الأغنية ستترجم إلى اللغتين الفرنسية والعربية وقد كتب الأغنية الرئيس بنفسه وتضمنت نصائح بالأمور التي يجب فعلها كغسر اليدين بانتظام وتلك الممنوعة درس كورونا العربي تحت هذا العنوان كتب بشير البكر مقاله المنشور في العرب الجديد مضيفا في جزئين من المقال إذا كانت الأرقام التي أعلنتها الدول العربية قريبة من الواقع فإن المنطقة العربية تكون قد نجت من الموجة الأولى من الوباء بأخف الأثمان إلا أن الأمر لا يخلو من تلاعب بالأرقام يصل إلى حد التحايل وإخفاء الحقائق في عدة دول عربية وتحدثت الصحافة الغربية عن حالتي مصر والجزائر ولا يقتصر التشكيك في الأرقام على العالم العربي بل هو يعني العالم ككل وصار ثابتا أن الأرقام التي جرى تداولها في أوروبا هي التي خرجت من المشافي فقط في حين أن هناك إصابات ووفيات لم تصل ضحاياها إلى المشافي سواء سلط الضوء على نتائج وباء كورونا في العالم العربي أو لم يصلط فإنه يجب استخلاص الدروس من هذه التجربة الصعبة خصوصا لجهة إعادة النظر بالأنظمة الصحية التي تبين أنها غير مستعدة لمواجهة حالات الطوارئ على المستوى العام أي في حال حصول أوبئة أو جوائح طبيعية كالزلازل والفيضانات وهذا يستدعي تغييرا كاملا في الاستراتيجيات الصحية وخصوصا من الدول القادرة على ذلك بإقامة أنظمة قائمة على الإنذار والاستجابة المبكرين وهذا يستدعي تغييرا كاملا في الخطط التنموية والتعامل مع الصحة باعتبارها شأنا عاما من شؤون سلامة المجتمعات وتحصين البلدان ومثلما استثمرت دول كثيرة في المنطقة في العقدين الأخيرين في الرياضة والفنون والإعلام فإنها مدعوة اليوم إلى الاستثمار في القطاع الصحي واعتباره أحد أركان الاستقرار والسلامة والنهضة العربية المنشودة هذا الأمر سيكون ميدان سباق وتنافس دولي ويمكن للعالم العربي أن يخوض التحدي بجدارة إذا توافرت إرادة لإعادة الكفاءات العلمية العربية المهاجرة من الدول التي تمتلك ثروات كبيرة ولديها طموح للبناء والتنمية الإنسانية المستقبلية المستدامة وهذا هو الدرس الأول والأخير من وباء كورونا نطالع من صحيفة الأنتي بنتد مقالاً للكاتبة كولين دروري حول قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية وترى الكاتبة أنه لا منطق يحمل العالم على تفاهم هذا القرار مضيفة أنه نظراً لحجم تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة فإن القرار يبدو ليس أقل من محاولة لعادة تركيز الانتباه بعيداً عن كيفية معالجة ذلك وتشير الصحيفة إلى ما وصفته بإدانات عالمية واسعة لقرار ترامب حيث تنقل عن أحد أطباء الأورام البريطانية البارزين قوله إنه لا يوجد منطق في قرار الرئيس الأمريكي بقطع الروابط مع المنظمة الدولية غير أن وزير الصحة الألماني يونس سبان أقر بأن منظمة الصحة العالمية بحاجة إلى الإصلاح لكنه قال إن قرار الانسحاب الكامل يمثل ردة فعل مخيبة للأمال بالنسبة لجهود مكافحة الوباء كان ترامب قال مراراً وتكراراً إن منظمة الصحة العالمية فشلت في الاستجابة بشكل صحيح لأزمة فيروس كورونا واتهمها بالخضوع للسيطرة الكاملة للصين قائلاً إن واشنطن ستعيد توجيه مساهماتها الثانوية البالغة نحو 324 مليون جنيه السرليني إلى هيئات دولية أخرى لكن الدكتور ستيفن جريفن الأستاذ المساعد في كلية الطب جامعة ليدز قال إن قطعاً علاقة مع المنظمة ليس له معنى في خضم أزمة عالمية يفترض أن تواجه بجبهة دولية موحدة للتعامل معها أطلقت شركة سبيس إكس الخاصة 2 من رواد الفضاء الأمريكيين في رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية وهذه أول رحلة مأهولة إلى الفضاء تنطلق من الأراضي الأمريكية منذ حوالي 9 سنوات وعنونت صحيفة البي بي سي انطلاق رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية وقال مدير إدارة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا تشيم مرت 9 سنوات منذ أن أطلقنا رواد فضاء أمريكيين على صواريخ أمريكية من الأراضي الأمريكية والآن فعلنا ذلك وأطلق الصاروخ فالكون 9 من مركز كينيدي ليحمل رائدة الفضاء الأمريكيين بوب بينكين 49 عاماً ودوغ هيرلي 53 عاماً إلى المحطة الفضائية الدولية وبهذا أصبحت سبيس إكس التي يملكها الملياردير إيلون ماسك أول شركة خاصة ترسل رواد فضاء إلى الفضاء وعفقاً لوكالة ناسا فإن هدف المهم هو إظهار قدرة سبيس إكس على نقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء والعودة بهم بأمان أبرز الأحداث كما روتها صحيفة الجاردين والتي توثق مجريات الحياة في مناطق مختلفة من العالم نتابع الصور اشتركوا في القناة عدد من رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقات اليوم اشتركوا في القناة وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء